وما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء طالما وصلنا من ربنا إن مفيش دواء أو مفيش داء اتخلق على وجه الأرض إلا وله دواء يبقى فعلا الكلام حقيقي بدون تفكير ولكن العلم لسه ما وصلوش لأن كلنا عارفين إن العلوم والأبحاث والطب كلها علوم ظنية مبنية على الظن والاجتهاد لكن لما تيجي حاجة من القرآن أو من الرسول فمعنى كده فعلا إن فيه دواء لكل ده قبل كده كانوا بيقولوا مفيش علاج لفيروسي مفيش علاج للسكر للنوع الثاني ولكن مع مرور الوقت بقى في علاج لفيروسي وفي علاج للسكر من النوع الثاني ومع بداية كورونا كانوا بيقولوا ما فيش علاج لكورونا ودلوقتي بدأوا يعملوا لقاح ومع الوقت حيكون في علاج جزري لكورونا والنهاردة خلاص أخيرا الفريق البحسي بجامعة هارفورد تعلن عن شفاء أول حالة مصابة بمرض السكري من النوع الأول طب إيه هو مرض السكري النوع الأول ده معناه أن البنكرياز لا يفرز إنسولين طيب حيعلجوه إزاي خلاص الفريق العلمي وصل للعلاج عن طريق الخلايا الجزعية والمقصود بيها هو عند إصابة أي حد بجرح قطع في الجلد مثلا الخلايا الجزعية دي دورها أن هي تعود الإصابة دي والجرح يلتأم مع الوقت طيب إيه هي خطوات الأبحاث دي توصلوا للموضوع ده إزاي في البداية كانت الاتجاهات إلى زراعة البنكرياز يعني لو واحد عنده مشكلة في البنكرياز والبنكرياز ما بيولدش إنسولين فكان الاتجاه أن هما يزرعوا له البنكرياز وكان كل مصاب هيحتاج لسبعة بنكرياز لأشخاص متوفيين وأمروا أو أذنوا بالتبرع وطبعا ده هيكون تكلفة عالية جدا حتى لو كانت البنكرياز عن طريق التبرع العملية نفسها زراعة البنكرياز واستقصال البنكرياز نفسه من المتوفي أو من المتبرع وبعد كده يزرعها في جسم المصاب فطبعا الموضوع ده كان هيكون باهظ التمن طيب بعد كده اتجهوا للعلاج عن طريق الخلايا الجزعية والأمر ده طبعا يتطلب بناء بنك للخلايا الجزعية عشان خاطر يبدأ أن هما يجمعوا خلايا جزعية ويعملوا بنك للخلايا الجزعية والاستفادة من مشيمة الأطفال حديث الولادة كانوا بيقدروا منها ينتجوا الخلايا الجزعية ديت وبالتالي يوضعوها في بنوك الخلايا الجزعية بدل ما يرموها ويتخلصوا منها وبالتالي يستفيدوا منها في موضوع علاج البنكرياز من النوع الأول طيب بعد كده اتجهوا أو الجهاز الفريق العلمي أو الفريق البحثي ده اتضح أن الخلايا الجزعية للجلد البشري نفسه من الممكن زراعته للبنكرياز بمعنى أن أنا مش محتاج بقى لحد يتبرعلي بالبنكرياز ولا محتاج لمشيم الطفل عشان أستفيد من الخلايا الجزعية بتاعته وأزراحها عندي والموضوع برضو حيكون مكلف في بناء بنك الخلايا الجزعية وكده لا الموضوع بقى منك انت فيك الحالة نفسها المصابة بالسكر أو السكري من النوع الأول نقدر نستقصل من الجلد بتاعه نفسه الخلايا الجزعية دي ونزراحها في المريض نفسه والفريق البحث ده أعلن عن شفاء أول حالة كانت من جلد الحالة نفسها تمام طب شوف بقى البشرة الجميلة بقى اللي جاية بقى والأجمل والأجمل إن هما اكتشفوا إن الأمر مش محتاج أصلا لعملها جراحية علشان ياخدوا من جلدك ويزرعوا في البنكرياز مش محتاج الموضوع ده الموضوع أو الأمر تحول إلى كابسولة بتبدأ أنك تاخدها زي أي حبات حبوب بتستفيد منها فبتتالي بتتناولها أو بيتناولها المصاب وبتقنية معينة كده مع واحدة في الثانية في الثالثة لحد الجرعة ما تخلص بيبدأ البنكرياز يستقبل الحبوب ديت والخلايا الجزعية تتزرع ذاتيا داخل البنكرياز وبالتالي يبدأ مع الوقت العمل بشكل سليم طيب فيه برضو ملحوظة جدا يعني كان لازم ناخد بالنا منها الناس المصابة بالسكر من النوع الأول أكثرهم بيكون بسبب المناعة بسبب المناعة ممكن تكون مثلا قوية جدا في الموضوع ده فهم اتجهوا أو اكتشفوا أن الجهاز المناعي بيكون شايف أو بيقرأ أن البنكرياز عدو فبيهاجم خلايا بيتا اللي بتنتج الأنسلون وبالتالي بيضمرها فطبعا لو حطينا الكابسولة اللي هما اكتشفوها ديت ونزلناها مثلا أو المريض تناولها فجهاز المناعة هيبدأ أن يهاجمها لنية دخيل عليه وشايفها أنه عدو فصنعوا كابسولة كمان معاها علشان تكون مضادة للمناعة القوية أو المناعة اللي بتهاجم البنكرياز والخلايا الجزعية اللي بنتناولها عن طريق الفم كابسولة وبالتالي يحد من الخطورة فالكابسولة تعمل كمضادة للمناعة والكابسولة المصنوعة من الخلايا الجزعية تتخذ طريقها للبنكرياز مباشرة بدون أي عوائق وبالتالي مع الوقت ومع الجرعة كاملة الموضوع يكون خلاص بقى سهلة طيب الموضوع ده حيتكلف كتير وحيوصل لإمتى تقريبا الفريق البحسي ده شغل على الموضوع ده من حوالي سنتين وبدأوا أنهم خلاص النهاردة اكتشفوا شفاء أول حالة أعتقد خلال السنة اللي جاي دي سنة 2022 الموضوع هيكون خلاص عادي في أمريكا ومع الوقت الناس حتبدأ أن هي تتناول الكابسولات دي قد يكون في البداية السعر مكلف شوية ولكن أصاد المرض حتلاقي الفلوس ملهاش أي قيمة والناس حتقدر أن هي تحصل على الجرعات ومع الوقت زيها زي غير السي وزي كورونا الموضوع هيكون في متناول الجميع والناس بقى بالنسبة للأباء والأمهات اللي عندهم أطفال أو صغار السن زعلانين أو متضررين من موضوع البنكرياز أو من موضوع السكر من النوع الأول نحمد ربنا أن في علاج تم اكتشافه في خلال سنة أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة حتى هيتم علاج الأطفال بشكل سليم وزي ما قلنا لكل دائن دوا وما خلق الله من دائن لو خلق الله دوا وكل حاجة موجودة وكل الأمراض اللي اتخلقت ليها علاج وليها طرق وسبل للشفاء ولكن لسه العلم الظني والأبحاث الظنية للناس بتشتغل عليها لسه ما وصلت لهاش وبكده كون خلصت معاكم فيديو النهاردة ولأن زكاة العلم تبليغه لازم 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 تعمل شير للفيديو ده لازم الفيديو ده وصل لعدد كبير من الناس لازم تعمل لايك عشان الفيديو يوصل أكتر وينتشر أكتر وتسيب كومنت بقى وتقول لنا ايه تعليقك على الموضوع ده ويه تعليقك على المعجزة الإلهية اللي الناس اكتشفتها مؤخرا يعني من نفسك انت من من كيانك من جلدك هتعالج نفسك وبعد بعد سنين من الظلام في هذا الامر وفي عدم اكتشاف علاج لهذا المرض المزعج للكثير من الناس احمد لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وبكده يكون خلاص معاكم فيديو النهاردة وحلقة النهاردة والسكر او علاج السكر الجديد اللي تم اكتشافه حديثا واشوفكم الفيديو الجاي في صحة كلينك اللي ترجمة نانسي قنق مثل ترجمة نانسي قنقر